لتطورات الوضع الأمني في الجانب الغربي من الموصل ينضم إلينا من أربيل مراسل الحرة يوسف المندلاوي يوسف أهلا بك هل هناك أي معلومات إضافية على ما أوردته في التقرير الذي تابعناه يوسف من أرض المعركة نعم مساء الخير حيدر بالفعل اليوم قرية البوسيف أو هضبة البوسيف هذه القرية التي كان فيها قتال منذ يومين أو ثلاث اليوم انتهى المطاف بها بالسيطرة الكاملة لقوات الشرطة الاتحادية قوات الرد السريع هي من حررت هذه المنطقة وقوات الشرطة الاتحادية اليوم دخلت بأعداد كبيرة بسيارات عسكرية وبمقاتلين بعدد كبير للسيطرة التامة على هذه المنطقة قاموا بعد أن دخلوا إليها بتفتيش البيوت بيتا بيتا وأيضا بحثوا عن وجود مفخخات أو عبوات داخل البيوت شاهدنا أثناء تجوالنا في هذه المنطقة أعداد كبيرة من قتل داعش وأيضا شاهدنا عداد من المواطنين النازحين بحدود حوالي 60 عائلة تم إجلاءهم بسيارات عسكرية إلى خارج المنطقة بالنسبة لمنطقة البوسيف هذه تعتبر بحسب القادر العسكريين الذين التقيناهم منطقة مهمة جدا هذه المنطقة هي عالية نوعا ما مرتفعة عن مستوى سطح البحر فهذه المنطقة من الممكن أن تكون سندا للقوات العراقية للدخول خلال الساعات المقبلة ربما غدا أو بعد غد إلى منطقة المعسكر الغزلاني وأيضا إلى مطار الموصل لإنهاء السيطرة على هذه المنطقة عفا نيوسف خلال دخول القوات الأمنية العراقية إلى هذه المناطق والسيطرة عليه هل كانت هناك عوائل مدنيون كانوا هناك أيضا أم كلها كانت أرض ربما خالية فقط من تنظيم داعش يعني بحسب ما شاهدنا لم تكن هناك عوائل العوائل كلها غادرت هذه المنطقة لأن هذه المنطقة هي أرض حرام منذ فترة تقصف من قبل القوات العراقية وأيضا بطائرات التحالف الدولي بشكل عام لم نشاهد ناس يسكنون في هذه المنطقة باستثناء القرى القريبة منها التي حاولت قوات الشرطة الاتحادية أجلاهم إلى مناطق أخرى أردت أن أذكر أن داعش مسلحوا داعش حاولوا اليوم القيام بعمل ما من أجل أن يبرزوا وجودهم فأرسلوا طائرات مسيرة عدد من الطائرات المسيرة إلى المنطقة وشاهدنا بعض القصف في بعض المناطق في القرى المجاورة لكن كلها كانت هذه الصواريخ المنبعثة من الطائرات كانت تقع في مناطق لا توجد فيها قوات عسكرية ولم تكن مهمة وإيضا بلغتنا أنباء طاقم الحر أيضا ربما تعرض إلى قصف من هذه الطائرات المسيرة الحمد لله أنكم بخير وكونوا بخير دائما يوسف المدلاوي كنت معي من أربيل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك